لماذا رغم وزود القوانين الظاهرة تتفشى مرحبا شكرا على الاستضافة بدون شك أن موضوع زواج القاصرات وموضوع ظل يشغل بالفاعلين على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي ولاحظنا أنه منذ بداية 60 من القرن الماضي انبرت مجموعة من المنظمة الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة لوضع بعض القواعد والمعايير التي على أساسها يسمح تحديد الحد الأدنى لسن الزواج اتفاقية سنة 1964 بطبيعة الحال ووصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 هذه الاتفاقية التي حددت سن البلوغ والرشد طبيعة الحال في 18 سنة ويسري كذلك حتى على سن الزواج واعتبرت أن الممارسات التي يمكن أن تتنافى مع هذا المبدأ يمكن أن تتناسب مع مجتمع ديمقراطي ومجتمع حداتي وبالتالي فهي ظاهرة مدرة ترتبط أساسا بالمجتمعات التقليدية إذا عدنا إلى منظومتنا الإسلامية فأيضا المداهب الإسلامية المختلفة لم تتفق على رأي موحد حول إمكانية السماح بالزواج للقاصرات وبالتالي فالمداهب تختلف في تحديد هذه المعايير وفي تحديد السن المسموح نعم دكتور ولكن في النهاية فلهدان نجد أيضا نعم ولكن في النهاية القانون هي القوانين هي التي تحكم الدول جيد سأصل إلى اليوم الشريعات الوطنية الشريعات الوطنية كذلك هناك اختلف كبير جدا حتى داخل الدول الأوروبية إذا عدنا إلى المنظومة القانونية الأوروبية نجد أنها تختلف أو فيها ثلاثة اتجاهات أو اختيارات أساسية الاختيار الأول هو الذي يتجه إلى تحديد سن الزواج في 18 سنة كما هو محدد ولكن لا يحدد حد أدنى للزواج وبالتالي يشتريط فقط موافقة الوالدين وكذلك المحكمة وهناك أيضا اختيار آخر يحدد الحد الأزن الأدنى لسن الزواج وبالتالي فهو يتحدث عن 18 سنة ولكن يمكن أن يهبط هذا السن إلى 16 سنة شريطة أيضا موافقة بطبعة الحل الوالدين وكذلك المحكمة وهناك أيضا أنظمة متقدمة قانونية متقدمة كما هو الأمر بالنسبة للدنمارك فهي يمكن أن القانون الدنماركي يقبل بأن يصل على الحد الأدنى للزواج إلى 14 سنة لكن بطبعة الحال وجود شرط جدية وكذلك موافقة العائلة وموافقة المحكمة إذن بالتالي فهذه الظاهرة هي لا ترتبط بالدول المتخلفة أو الدول النامية لكن سياق تطبيق هذه النصوص القانونية في الدول المتقدمة بدون شك يراعى فيها المصلحة الفضلة للقاصر كما هي محددة في اتفاقية حقوق الطفل لكن مجتمعات النامية الإشكال لا يطرح فقط في القاعدة القانونية لكن في التحايل على هذه القاعدة القانونية وإيجاد أيضا كل الوسائل والسبل والتبريرات سواء كان ضد طبيعة اجتماعية أو ضد طبيعة نفسية أو ضد طبيعة قانونية أحيانا من أجل التحايل على القاعدة القانونية التي تحدد سن الزواج في 18 سنة وهذا الأمر كذلك حتى في مجموعة من الأنظمة للدول العربية أشير هنا مثلا إلى التجربة التونسية التي يعطى بها المثال فيما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية التونسية فهي أيضا تسمح كاستثناء بإمكانية تزويج الطفلات دون سنة الثمانية عشر سنة مع الشروط التي يحددها القانون التونسي نفس الأمر بالنسبة لي مدونة الأحوال الشخصية المغربية كما تفضلت بأن القوانين موزودة كما تفضلت ولكن المشكلة في أن هناك من يتحايل على هذه القوانين كما قلت أيضا القوانين التي يتم التحايل عليها ألا تعتبر قوانين ضعيفة؟ أتفق معك في هذه الخلاصة على اعتبار أنه القاعدة القانونية التي لا تمكن من حماية الحقوق الأساسية خاصة حماية حقوق الأطراف التي توجد في وضعية هشة كما هو الأمر بالنسبة للقاصرات هي قوانين لا بد من مراجعتها وإنهاء الاستثناء لأنه حتى في مدونة الأحوال الشخصية المغربية المدة 19 هي تشترط سنة الثمانية عشر كسن قانوني للزواج لكن كقاعدة أساسية لكن الاستثناء هو الذي بطبعة الحل يطرح هذه الإشكالات الاستثناء أولا ربما فيه تتحمل فيه المسؤولية كل الأطراف التي تبارك هذا النوع من عقود الزواج سواء تعلق الأمر بالأسر أي العائلات والأباء والأمهات بشكل أساسي ما يتعلق كذلك بالمساهمين في هذه العملية من خلال توتيقة من مأدونين ومحامين وكل أصحاب المهن القضائية وصولا إلى المحكمة أيضا القاضي من المفروض أيضا أن يمارس مادم أن القانون منح هذه السلطة أن يمارس هذه السلطة دائما في فلسفة حماية حقوق الطفلات القاصرات ويعني تسبيق المصلحة الفضلة لهذه الطفلات عادة ما يتم تقديم العديد من المبررات مبررات خاصة مثلا إذا أخذنا الحالة المغربية نجد أنه التقافة أيضا الاجتماعية والقبلية أحيانا في البادية المغربية هي دائما تنظر للطفلة أن مكانها الأساسي ليس في المدرسة وليس في بيت والديها وليست في معاهد التحصيل وإنما في بيت زوجها ترجمة نانسي قنقر